اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أشهدت معالي رئيسة مجلس النواب بالتعاون المثمر والمستمر بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب ووزارة الإعلام لإبراز منجزات العهد الزاهر لمملكة البحرين وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن دعم الوسائل الإعلامية والمؤسسات الصحفية الوطنية والجسم الإعلامي في مملكة البحرين من أولويات العمل البرلماني بجانب ضرورة دعم المؤسسات الإعلامية والصحفية في ظل تداعيات جائحة كورونا مثمنة معاليها جهود وزارة الإعلام في دعم الصحافة الوطنية والوسائل الإعلامية وما تشهده المؤسسة الإعلامية الرسمية من تطور وتقدم وأعمال وبرامج متميزة ساهمت في تعزيز قيم ومبادئ المواطنة والانتماء والعمل والإنجاز والثوابت الوطنية من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام حرص الحكومة الموقرة على تعزيز التعاون المشترك مع المجلس النيابي وتحقيق تطلعات المواطن البحريني وتلبية احتياجاته وفقا للعمل المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشراعية مشيرا سعادته إلى اهتمام وزارة الإعلام لتطوير المنظومة الإعلامية ودعم المؤسسات الإعلامية والصحفية وتعزيز كافة الممارسات الحضارية لحرية الرأي والتعبير وفق الثوابت الوطنية والمسؤولية المهنية معربا سعادته عن تقديره لما يشهده عمل المجلس النيابي من عمل متواصل وجهود مشكورة ومناقشات وأطروحات وطنية بارزة تسهم في تكامل العمل الوطني بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر